بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مع بعض الوحدة الثالثة بموضوع مهم جدا وهو الاتصال تعريف الاتصال ان الدلة بتاعتي f of x لما اجي ارسمها وزا ما قلنا قبل كده ان اي دلة لها لازم يكون لها منحنة في المستوى o x y لازم يكون لها منحنة فكلمة معنى الاتصال ان الدلة دي y بتصوى f of x المنحنة بتاعها يكون غير متقطع غير مقطوع لما اجي ارسم المنحنة من ساعة ممسك القلم عشان ارسمه لغاية مرفع القلم ها ما يكونش فيه اي تقطع في المنحنة الاتصال انواع اول نوع من الاتصال اتصال دلة عند نقطة بدرس هل الدلة دي متصلة عند هذه النقطة ولا لا فبنقول ان الدلة y تصوى f of x المعرفة على الفترة التي تحتوي x zero ده بقى عكس النهايات او مش عكس النهايات لا هنا شرط ضروري ان النقطة اللي انا هدرس عندها الاتصال تكون موجودة في المجال بتاعي ها لازم تكون موجودة في المجال بتاعي بقول ان هي متصلة على او عند نقطة x zero لو حقاية شرطين الشرط الاول ان قيمة الى دلة عند x серo تكون موجودة قيمة الدلة عند x zero او في رواية SENSE اخرى ان x zero لازم تكون موجودة في être مجال الدلة هما الاتنين نفس المعنى بقول في مجال الدلة يبقى اكيد ده الدلة معرفة عندها يعني لها قيمة عند هذه النقطة الشرط الثاني ان يكون نهاية الدلة عند هذه النقطة موجودة نهاية الدلة عند هذه النقطة تكون موجودة لما اجيب النهاية من اليمين والنهاية من الشمال الاهم الاثنين موجودين والاثنين متساويين الشرط الثالث ان النهاية الدلة عند هذه النقطة تساوي قيمة الدلة عند هذه النقطة لو الثلاث شرط هقوم بقول ان الدلة متصلة عند النقطة X0 لكن لو شرط واحد على القل ما تتحققش يبقى الدالة غير متصلة عند هذه النقطة يعني لو كان الدالة غير معرفة عند هذه النقطة او في رواية اخرى ان النقطة غير موجودة في المجال يبقى الدالة دي مش متصلة عند هذه النقطة لو كانت نهاية الدالة عند هذه النقطة غير موجودة يبقى الدالة غير متصلة عند هذه النقطة او لو كان قمة الدالة لا تساوي نهاية الدالة عند هذه النقطة اقول ان الدالة غير متصلة وبحددها عند هذه النقطة طيب زي ما قلتلكم الدالة بتكون غير متصلة عند النقطة دي اذا لم يضحق احد الشروط مش كل الشروط بقى لا اذا لم يضحق احد الشروط فقط فهي غير متصلة لكن عشان تكون متصلة عند هذه النقطة لازم تكون متصلة لازم تكون محققة بثلاث شروط مثال ادرس عدم اتصال الدوال التالية اول دلة Fx تساوي قيمة عدد الصحيح الاكبر اكبر عدد صحيح لا يساوي الاكس اكبر عدد صحيح لا يساوي مين لا يساوي او لا يزيد الاكس الرسمة التي تأتي هي بالشكل ده كده يعني ايه الكلام ده يعني لو كانت مثلا F عند الماقص نص يبقى دي بتساوي كام بتساوي صفر طب F عند السلب 9 من 10 هتساوي صفر طب F عند الصفر لا تساوي كام تساوي واحد طب F عند التسعة من 10 تساوي ايضا كام يبقى هي قيمة الدلة دي معناها عدد صحيح يكون اكبر من مين من اكس اصغر عدد صحيح اكبر من اكس اصغر عدد صحيح اكبر من مين من اكس ف الرسمة بتاعتها بالشكل كده ساعات بيسموها دلة سلمية لانها عاملة زي مين زي درجات السلم كده خلاص كده طيب هل الدلة دي هل الدلة دي متصلة عند الصفر او عند الواحد او عند الاتنين او عند التلاتة او عند السلب واحد اي الاعداد الصحيحة بس اذا كده اعداد الصحيحة مجابة او سلبة لا دي غير متصلة ليه غير متصلة لان على سبيل المثال لو انا درست عند الواحد درست عند مين عند الواحد قيمة الدلة اف عند الواحد بتسوي اتنين يبقى ده اول شرطه مضحق طب الشرط التاني مش مضحق ليه مش مضحقق لان نهاية الاف وفي اكس لما الاكس تقرب للواحد من ناحية الاسارف هي كام بصفر ونهاية الدلة لما الاكس تقرب للواحد من ناحية لمين يقام باتنين يبقى قيمة النهاية اليمنى والنهاية اليسرى غير متسويين يبقى لا يوجد نهاية عند اكس بتسوي يبقى الشرط التاني مش مضحق الشرط التاني مش مضحق وبالتالي يبقى الدلة دي غير متصلة عند مين عند الصفر فبيقول كده عند الواحد بقول هزي الدلة غير متصلة عند كل الاعداد الصحيح ليه بقى لانش النهاية اليمنى لا تساوي النهاية الايه اليسرى عند كل عدد صحيح وبالتالي فالشرط التاني غير متحقق يبقى الده اللي دي غير متصلة عند كل عدد صحيح